جف قلم الشاعر وخف تطرب ذاك الذي اوقد القلوب بشجن صوته نهران فنيان كبيران خسرهما العراق والعرب بشكل عام ياسخدر وكريم العراقي كل منهما ترك بصمة عراقية عربية في نفوس من هو الشعر والطرب صباحا ودع العراقيون جنازة ياسخدر بدموع منهملة وقلوب حزينة صوت الارض منطرب الشعب بصراحة هذا الصوت لا يمكن ان يندثر هذا الصوت يعني ترعرع في فقرنا وفي اهاتنا وفي احزاننا وفي افراحنا ياسخدر الشخصية جدا نادرة واجتماعية بسيطة وملك الصوت العذب ملك الشجن ملك الحزن ملك الريل وحمد ملك البنفسة ملك المغير يعني اشياء يعني لا يمكن ان تنسى يوم حزين مر على العراقيين لفقدهم مدرستين فنيتين كبيرتين صباحا انتهى العراقيون من تشيع جثمان ياسخدر متوجهين لاستقبال جثمان الرحل كريم العراقي الذي حفرت حروف قصائده في وجدان من سمعها وقرأها خسارة الشاعر كريم العراقي كبيرة للثقافة العراقية ليس لان كريم هو شاعر شعبي بالمعنى التوصيفي المباشر وشاعر اوني كريم مثقب بالمعنى الانساني والمعنى القيمي فهو كتب الاغنية مثل ما كتب المسرحية وكتب الاوبريت وكتب القصيدة الفصحى وايضا كتب الرواية بعد صراع طويل مع المرض فرقا الحياة وتركا خلفهما فنا عظيما سيشهد له التاريخ الفني كلما مر الزمن وتتابعة العصور من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة